كيف بتتخطى الأمور الصعبة في حياتك يا دكتور؟ هو أن الإنسان عنده فرصة حقيقية أن يصعد إلى أعلى مستوى مش من أجل المال ولا من أجل شهرة هو موجود لأنه قاعد يترك أثر أفضل سن لإعداد القادة هو من عمر سنتين إلى ست سنة إذا وسع ممكن أن تكون لكم ثمان مهارات تركزوا عليها لتصنعوا من أنفسكم أو من أولادكم القادة ما هي يا دكتور طارق لا أنا عايز أسمعهم يلا بسرعة بسرعة نعم المهارة الأولى الفلسفة الرئيسية أن المدرسة لا تعلم الطفل وإنما الفلسفة الرئيسية أننا نساعد الطفل أن يتعلم أيضا على الفكرة يسألوا عن نوعية العقاب يعني إذا العقاب يستعمل للأساليب التقليدية أساليب الضرب أو الحبس أو أمثالها معنى أن المدرسة كادة تهدم الشخصية ولا تبني الشخصية قصة التي سأذكرها حدثت في ليلة 27 رمضان فأذكر أني وقعت وقلت يا أخوة يا أخوات الحمد لله احنا اشتركنا في العمل الإسلامي معكم الآن عشر سنوات لكن هناك خطأ جسيم أشعر أني وقعت فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة استثنائية من الطراز الأول وأنا أقولها وأعنيها هذا اللقاء مع فضيلة الموسوعي والمعافر والمؤلف والمحاضر الدكتور طارق السويدان الأخوة الأفاضل المنتظرين أستاذنا الدكتور طارق السويدان أبلغونا من أين تشاهدون هذا البث أخبرونا بأماكنكم بالدول بالمحافظات بالقرات بالمدن أبهجونا بالله عليكم من أين تشاهدونا ما شاء الله بدأوا يكتبوا محمد من العراق من مصر من بني سويف مصر حلوان القاهرة معنا من الأردن ما شاء الله فلوريدا أمريكا معنا من اليمن ومعنا من السعودية ومعنا من الجزائر ألمانيا فراس ما شاء الله ما شاء الله طيب بسم الله نبدأ في الحقيقة في البداية لازم أذكر شخص وحتى لا نحمد على ما لم نفعل سبب التواصل وحضور فضيلتنا الأستاذ الدكتور طارق السويدان حقيقة الفضل يرجع للباش مهندس فاضل سليمان فحابب أنه كل اللي بيشاهدون دلوقتي يدعو للباش مهندس فاضل سليمان وحينما توصلت معه بخصوص ضيافة أستاذنا الدكتور طارق السويدان قال لي إنه قدوتي وليس صديقي فالله أسأل أن ينفع بالباش مهندس فاضل سليمان وأستاذنا الدكتور طارق السويدان في الحقيقة وإحنا بنحضر لهذا اللقاء أنا شهرين تقريبا مع فريق الإعداد مع معافر نشاهد ونقرأ ويعني نعافر نعافر لكتابة بعض من السيرة الذاتية أضعها في المقدم لماذا؟ لأن الدكتور طارق السويدان حقيقة خد فترة في الكويت حوالي 17 سنة ثم انطلق بعدها للدراسة مش عايزة أقول لكم إنه كان الأول على الثانوية وأخذ بأثة كاملة وسافر على أمريكا درس في أمريكا في جامعة أوكلهوما الماجستير والدكتورة الباكاليريوس والماجستير والدكتورة في البترول وطبعا عايز أقول لحضراتكم بالنسبة لناس اللي سفرت برة الدكتور طارق كان له عمل دعوي وعمل محاضرات كثيرة جدا حاضر في المعابد وفي الكنائس وفي السجون حتى في صلاة القمار أنا أعلمت ذلك إنه كان بيروح ياخد دعاة يروح بيهم صلاة القمار يضعوا لله عز وجل هناك فرحلة ملهمة قيمة بالإضافة لو جينا نتكلم عن الداعية فمشاء الله نجد السيرة النبوية الشريفة طبعا من مننا لم يشاهد ولم يسمع محاضراته وأشرت دكتور طارق سويدان محاضراته في القيادة كثيرة ومتعددة ودوراته الدكتور طارق سويدان درب ما يزيد عن مئة ألف شخص حول العالم دكتور طارق له ما يزيد عن مئة وخمسة وعشرين كتاب ما شاء الله حينما قلت موسوعي فربنا يزيده يا رب علم بنتكلم عن شخص أسس وأدار قرابة تسعين شركة ومنظمة ومبادرة ما شاء الله الجميل إن رحلة الكبيرة دي سبحان الله انتهت ولا أقول انتهت ولكن كانت في الخواتيم إنشاء خمس مدارس دولية أمريكية سبحان الله على الطراز الإسلامي للحفاظ على الهوية فحقيقة إحنا أمام أنا يعني أمام الدكتور طارق وأنا بقرأ في السيرة الزاتية ولقرابة شهرين يعني أنا سعيد بهذا اللقاء ونحنا نتعلم النهاردة في مجالات متعددة مع مفكر إسلامي كبير بكل هذا الأطرحات وهذا الفكر في القيادة والتخطيط والإبداع والهندسة والتعليم فأنا الأول أكثر حد هيتعلم النهاردة ذكرت ذلك للدكتور طارق وحابب يعني أعطي المجال وإحنا بنقترب من ربعمائة شخص الآن معنا مباشر أعطي المجال لأستاذنا الدكتور طارق السودان حابب تقولي يا دكتور تفضل إياك الله دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني أنا أيضا دين بالفضل لأستاذنا الدكتور فاضل سليمان وهو أخ وصديق وعزيز ويعني لما يقول أني أنا قدوته يعني هو يبالغ بشكل كبير الحقيقة لأن هو يعني الأعمال اللي قاعد يعملها نوعية وإضافة خاصة كلنا نتعلم منها وهو أستاذنا فيها برك الله فيه وأنا أيضا سامحني يعني دكتور ما كنت أعرفك سابقا فهذا التواصل عن طريق الدكتور فاضل هو الذي يعرفني عليك وبعد ذلك بدأت الأخبار تأتيني من كل مكان عنك وكلها أخبار طيبة بفضل الله عز وجل زادك الله تعالى من فضله ويسعدني جدا جدا أني أكون معكم مع جمهورك الكريم ويشرفني أني أكون بين أيديكم يعني إذا أستطيع أخدمكم بأي شيء بس يعني ما يعني في البداية يعني أنا سامحني بس التعريف شوية كان مبالغ به فندعو الله أسمعه وتعالى أنه يغفر لك ويجعلنا خير مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون أكرم الله أستاذ مدد في الحقيقة كنت ناوي أدخل في أتشعب ولكن والأمة والنهضة الأمة والفكر النهضة والكبير وقلت هذه الحلقة ستكون مركزة مع الإنسان مع النفس مع بناء الذات وبناء المهارات سنتناول فيها أربع جوانب مهمة جدا للفضلاء اللي بيتابعونا وحابب أقول لحضراتكم جميعا اكتبوا استفساراتكم وأسئلتكم في التعليقات كل اللي يدخل يكتب استفساراته وأسئلته في التعليقات وياخدها معاه منسوخة عشان يضعها مرة أخرى حتى نراها إن شاء الله ونلقيها على فضيلة الدكتور طارق الشيء الثاني أودم كل شخص اعملوا مشاركة لهذا البث توعوي الفكري الكبير اعملوا مشاركة مع كل من تحبون اعملوا منشا لأصدقائكم نحن نحب ذلك نحن عندنا أصحاب رسالة وعادينا نوسعها وندعو آخرين فأسأل الله عز وجل أن يبرك فيكم البث لن يزال اعملوا مشاركة ولما تحبوا ترجعوله هتلاقوه ستجدوا عندكم على صفحتكم مش هشيلوا لن أزيلوا حاجة ثانية دائماً أنا أسألكم بالورقة والقلم وأحضروا ورقة وقلم المرة دي لا نريد لا ورقة ولا قلم أريد منكم فقط أن الموبايل يكون صامت والحاجة الثانية اغلقوا الحجرة لو أنتم بتشاهدوا من حجرة اغلقوها ركزوا وانتبهوا في كل جملة لأن أنا تبعت كتير لقاءات البودكاست الفترة اللي فاتت ولا يمكن تتشتت بأي شيء مع الدكتور طارق فبسم الله نبدأ سنتناول أربع محاول رئيسية المحور التربوي عشان خاطر الآباء والأمهات والمربين فهذا سنبدأ أنا يعني أب لأربع أبناء لأربع أطفال وأستاذنا الدكتور طارق ما شاء الله أب لست أبناء ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركة وأسألكم الدعاء لهم بظهر الغيب والحاجة الجانب الثاني بعد الجانب التربوي هو الجانب التعليم وبناء المهارات وهذا سيخدم القطاع الكبير الذي يشاهدنا اليوم قطاع الشباب ثم نأتي للجانب الاجتماعي وهو مشروع الزواج سنتناول سنتناول أهم مشروع في حياة الإنسان المسلم بعد دينه طبعا مشروع الزواج فهذا أمر مهم جدا ويخدم أيضا قضية الهوية والدين ثم الجانب الرابع إن شاء الله هو الجانب النفسي والروحي والدين لن نتعجل في هذا اللقاء سأعطي المساحة للدكتور طارق حتى يستفيد وهو وعدنا يعني بحلقات متكررة لا مشكلة في ذلك ولا ضيرة في ذلك ربنا يبارك فيه نأتي للجانب التربوي حابب أسأل بالنسبة للأباء والأمهات حضرتك بدأت بمشروع خمس مدارس على الطراز الأمريكي ويعني وأنا في التربية والتعليم حضرتك الغرب استثماره دائم دايما وتركزهم على الطفل يعني ألمانيا فنلندا الغرب كله الطفل خط أحمر له كدسية فأنا حابب كتير جدا من اللي بيشاهدونا بيتابعونا بيتابعوا مقالاتنا بيتابعوا فيديوهاتنا مركزين جدا في تعليم أولادهم وتربيتهم تربية صحيحة خلاصة رحلة الدكتور طارق سويدان اللي يضعها يعني على طبق من ذهب للآباء والأمهات اللي خرج بيها من رحلته تقولهم إيه في ظل عصر مليء بالتحديات الفضل دكتور طارق حياك الله يا دكتور وسعيد بك ومرة أخرى وسعيد بالمشاهدين والمتابعين الكرام يعني طبعا أنت ذكرت حضرتك أننا رح تكلم عن التربية شيء وعن التعليم شيء نعم تحب تكلم عن التربية بدون التعليم ولا تحب أدخل في التعليم خلينا ندخل في التربية الأول لأن هذه بدون تربية موضوع المدارس إذن سأعود لها لما نوصل إلى محور التعليم أما محور التربية فيعني الله سبحانه وتعالى أكرمني بأن سادة ابتينة إبراهيم أم محمد زوجتي هي تخصصها تربية نعم وهي فعلا يا ما شاء الله عليها مربية يعني فنانة في التربية يعني تعرف كيف تختار المواقب والتصرفات وتقرأ حتى وراء المشهد الظاهر أمام الناس فأنا دائما أقول يعني أحسن طريقة لتربية الأولاد إن الواحد يتزوج واحدة تفهم في التربية ويرتاح يعني لا هو طبعا يعني هو الحقيقة التربية أمر مشترك بين الأب والأم لكن بالتأكيد بالتأكيد بدون مزاحي يعني الزوج الزوج ولا الأب له دور لكن الدور الأكبر بشكل مضاعف هو للأم وإذا كانت الأم في هذه المسائل ضعيفة سينعكس هذا أضعاف على الأولاد مما ينعكس على ضعف الأب لكن أنا رأيت أيضا في الحياة آباء يعني كانوا هم فعلا هم مربين لكن الأمهات ما كانوا أنا رأيت هذا واستطاع الأب أن يضبط أولاده ويستطيع أن يوجههم توجيه سليم ويعني ربيهم تربية راقية إذن التربية ممكن تتم من الأب من الأم لكن الأقوى هو أنها تتم من الجهتين علمتني الحياة من خلال التربية ثلاث أولاد وثلاث بنات إننا إحنا في اختصار لما نتزوج ونجيب أولاد إحنا جد 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 ما نفهم في التربية يعني غير المتغصصين في التربية ما نفهم في التربية بصراحة يعني فنقوم إحنا نتعامل بأحد أمرين نتعامل إما بما عمل معنا من آبائنا ومهاتنا فنقوم نسويه في أولادنا أو يعني ما نشاهده حولنا أو نستعمل التجربة والخطأ نعم ويعني إذا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن نجحنا في تربية أول اثنين أننا دائما نقولهم أول اثنين بعدين هم يساعدوننا الرب الباقي يعني نعم فيعني موضوع التربية الحقيقة لسته عميقا فيه وما أحب أتكلم فيه كثير لأنه ليس مجالي ليس تخصصي ودائما أحب أحيل الأخوة والأخوات المختصين ولذلك الحقيقة تعجبني الفلسفة التي طرحها أستاذنا الكبير الدكتور مصطفى أبو سعد عندما تخصص في موضوع التربية وفي نشر مفاهيم التربية بين الآباء والأمهات وطرح عدة كتب منها كتاب الرخصة التربوية يقول يعني كما أنه لا يجوز أن الإنسان يقود سيارة بدون رخصة كذلك ما يجوز أن يتعامل مع أطفال ويربيهم بدون رخصة تربوية وذلك يعني لعل النصيحة الأهم في هذا المحور اللي ما أحب توسع فيه كثيرا لأنني لست مختصة هو أن تعلموا تعلموا التربية لا تستعملوا ما جربوها هلكم معكم لأن هم جاءوا في زمن غير هذا الزمن واليوم نحن نتعامل مع أولاد يعيشوا في ظروف وفي ضغط مختلف تماما عما كنا نعيش فيه فبالتالي ما جرب معنا ليس بضرورة سينجح مع الأولاد في الجيل الحالي والأمر الثاني أن التجربة والخطأ قد تأتي بكوارث الحقيقة فالإنسان ما أنصح أن يمشي بهذا وإنما روحوا تعلموا تعلموا التربية وتعلموا مشاكلها وتعلموا منهجياتها وكيف تتعامل مع الطفل العنيد ولا الطفل السارق ولا الطفل الكاذب ولا كيف تزرع فيهم الهمة وكيف تزرع فيهم الطموح هذه كلها أمور لا تأتي عشوائيا هذه أمور منهجية وإذا تعلمتها تستطيعوا إن شاء الله أن تتطبيقوا بارك الله في فضلتكم حابب أدخل في جزئية بقى ندخل على طول كده أيوة تفضل الدكتور طارق سويدان بعد رحلة طويلة في أمريكا والبترول والهندسة وتدريس بالجامعة حضرتك كنت بتدرس بالجامعات ورحلة كبيرة وبين الصيرة في الأواخر رحت أنشأت خمس مدارس إيه السبب يا دكتور طارق هو طبعا المدرسة الأولى اللي أنشأتها اسمها مدرسة السلام في أكلهومة اللي كنت أدرس فيها في ذاك الوقت الدكتورة أنا ما حبيت أترك أكلهومة اللي عشت فيها عشر سنوات أنا عشت في أمريكا سبعة عشر سنة عشرة منها كانت في أكلهومة وبحكم يعني أنه كان لي دور في قيادة العمل الإسلامي في أمريكا وفي أكلهومة بشكل خاص ما حبيت أني أغادر أمريكا وأغادر أكلهومة بدون ما أترك أثر والله سبحانه وتعالى كان أكرمني بأنني أنا يعني كان لي دور في تأسيس وبناء المسجد الإسلامي الكبير اللي موجود في ترصى أكلهومة بعدين لما تخرجت من الدكتوراه قبل ما أتخرج من الدكتوراه يعني وأنا في السنة الأخيرة من الدكتوراه وكنت خلص عارف أن بقى يعني أشهر وغادر فقلت لا في شيء رئيسي لم أفعله وكان خطأ جسيم وسبحان الله هذه قصة لطيفة يعني كنا أذكر ولا أنسى أنها كانت في هذه القصة التي سأذكرها حدثت في ليلة سبعة وعشرين رمضان نعم طيب وإحنا يعني الجالية المسلمة وكل أجناسها عرب وأمريكان ويعني باكستانيين كل الجنسيات والحمد لله كانت يعني جالية موحدة متفقة لم يحدث بينها أي خلاب بفضل الله فمجتمعين والمسجد كان على آخر وأنا كنت أعرف أنه خلص هذا آخر رمضان لي في هذا المكان فأذكر أني وقفت وقلت يا أخوة يا أخوات الحمد لله احنا اشتركنا في العمل الإسلامي معكم لأن عشر سنوات لكن هناك خطأ جسيم أشعر أني وقعت فيه وهو أننا لم نبني مدرسة ولو رجع بي الزمن والوعي لبدأت بالمدرسة قبل ما أبدأ بالمسجد لأن المسجد جعلت الأرض لمسجدا وطهورة لو بنينا مدرسة نستطيع نصلي فيها لكن مسجد يعني ممكن واحد يعمل فيه أنشطة تعليم عربي ولا شوية إسلاميات في الويكن لكنه ما يعطي هذه الحاضنة الشاملة للتربية والتعليم فقلت لهم أنا بشهر أربعة أنا عزمت بإذن الله تعالى أن يعني قبل ما أمشي أني أعمل مدرسة في أكل هومة وأريد من الحاضرين أن يساعدوني بأن يكونوا واحد من ثلاث أصناف وهذه المدرسة إحنا بشهر أربعة سنة اتيحها بشهر تسعة الله خمس أشهر أنا ما عندي والله يا دكتور ما كان عندنا ولا فلس للمشروع ما عندنا ولا ولا ستاف ما في ولا ناظر ولا مدرسين ولا واحد صفر ما عندنا المناهج وما عندنا الرخصة الله كانت يعني عملية مغامرة هكذا نعم قلت هذه ليلة مباركة الكل يعني يدعو معنا أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المشروع وأدعو الجالية اللي يسمعوا هذا الفكرة اللي يتخيلوها صعبة جدا وأنا قاعد أنقل التجربة هذه لجمهورك ليس للتفاثر إن شاء الله ما نحتاج هذا والله سبحانه وتعالى يعلم بالنيا وإنما حتى أوصل أوصل فكرة رئيسية نعم قلت لهم اسمعوا نحن نتكلم عن خمس شهور فقط وما في ولا شيء حتى مبنى ما عندنا نعم فكونوا واحد من ثلاث إما أن تكونوا من الصنف الذي سيساعدني في هذا المشروع أو الصنف الذي يدعو لي مش قادر يساعدني ولا عند وقت ولا عند فلوس ولا عند إمكانات خلاص يتركها على جم يدعونا بس وإذا لم تكونوا لا من هذا ولا من هذا أرجو أن تكونوا من الصنف الثالث اسكتوا كفوا عندنا ابعدوا عن طريق إذا لم ننجح سمونا بعدين على راحتكم طيب وبشرة بفضل الله كانت فعلا شهر تسعة تتحت المدرسة ومدرسة يسمها مدرسة السلام في تلصاك لهم وما زالت قائمة اليوم وتعتبر من المدارس الرائدة حتى على مستوى الأمريكي ومعترف بها وتخرج الطلبة ما شاء الله إلى الجامعة هذا كانت أول تجربة التجربة الثانية الرئيسية أني لما رجعت إلى الكويت أنا أولادي ولدوا في أمريكا وتعلموا في أمريكا وتعودوا على التعليم الأمريكي لما رجعت للكويت طبعا كان عندي هم كبير أنه ما هي المدرسة اللي راح أدخلها أولادي ووجدت أن المدارس يعني ثلاث أنواع أنا عملت مسح للمدارس فوجدت أن في ذاك الوقت هذا الكرام سنة 97 أن المدارس في ذاك الوقت المدارس لا علم ولا أخلاق وطبعا هذه المدارس التقليدية النوع الثاني اللي هي مدارس الإسلامية هذه مدارس فيها أخلاق بس ما فيها حالي ونتكلم علم أنت تعرف يا دكتور العلم اللي في فنلندا ولا نحن نعرف العلم اللي في أمريكا ولا في كندا يعني احتكنا به احتكاط عميق بالتأكيد مستوى المناهج والتعليم والكذا اللي عندنا يعني في عالمنا العربي مأسايا فالمدارس الإسلامية تعطي الأخلاق لكن ما تعطي العلم صراحة الآن المدارس الأجنبية اللي هي بريطانية وأمريكية وأمثالها والآن بعض الدول اللي عملت في النندية حتى فهذه فيها علم بس ما فيها أخلاق نعم فكانت ألم يعني وين أوديهم يعني طيب فباختصار قصة طويلة قلت والله بإذن الله لا أعمل مدرسة فيها علم وفيها أخلاق ما شاء الله فكانت المدرسة الأولة اللي هي نشأناها في سنة 97 وكانت الحقيقة الضغط الشديد والفكرة كانت تضغط عليه فيها أم محمد الله يبارك فيها أنه يعني ما يصير نغامر بأولادنا في مدرسة لأنها ما فيه واحنا من النوع اللي عندنا ما شاء الله الحمد لله القدرة أن ننشئ مشاريع متتالية فهذا من أهم المشاريع فأعملت هذه المدرسة بعدين أعملت مدرسة أخرى إسلامية أمريكية أو كندية إسلامية كندية في جدة وبعدين أعملت إسلامية كندية في مسقط وبعدين حاليا أنا أدير مدارس ممكن الجمهور يشوف إذا أحبوا أكاديمية التقان الدولية في قطر فقط عشان نشوفوا المستوى اللي قاعدين نشتغل فيه فنشتغل لمستوى عالي جدا اعترافات من أمريكا ومن أوروبا ومنهج اللي نستعمل الـ IB International Baccaloria وفي نفس الوقت يعني الكل بفضل الله يشيد أننا استطعنا أن ندرس كل هذا ونحافظ على الهوية الله والاعتزاز باللغة واعتزاز بالدين واعتزاز حتى يعني عادات وتقاليد البلد اللي هم عايشين فيها ما في تناقض عندنا بين الاثنين مشكلة كبيرة اللي قاعدين نشوفها أن لما الناس نعمل مدرسة أجنبية الأولاد يفقدوا هويتهم إلى درجة صرنا الطلبة اللي يدرسوا بمدرسة أجنبية والله نعرفهم من سوء خطهم العربي لا يفقد العربية والله يبين نحن نعرفها فوراً لأنه واضح أنه ما أحد علم تعليم صحيح فاليوم أنا الحقيقة أدعو الجمهور الكريم أن يحمل الرأي بعض الأخوة والأخوات المهتمين بهذه المسألة لا يستصعبوا المسألة يعني إذا كنا في أكل هومة بدأنا في خمس شهور وزويناها وما كان عندنا ولا شيء الله سبحانه وتعالى إذا رأى النيات بارك فيها فأعملوا هذا بارك الله فيكم أنا عايز أعرف أهم المهارات اللي مدرسكم أو من رؤية وفلسفة التعليم اللي خرج بيها الدكتور طارق سويدان وبيطبقها في المدرس ليه بنقول المهارات دي لماذا نذكر هذه المهارات لأن في أباء وأمهات وناس كتيرة جداً بتشاهدنا دلوقتي وبيروحوا يقدموا لأولادهم في مدرس بيروحوا يقدموا فنبقى عايزين نديهم زي تيبس نصائح ذهبية خدوا بالكم من المهارات دي لازم تكون موجودة وإن لم تكن موجودة حاولوا أنتوا تبنوها في البيت أو بدروس خاصة تفضل يا مولان طبعاً فيه معايير يعني خاصة للأباء والأمهات عندما يختاروا مدرسة هناك معايير متعلقة بالتعليم المتميز نفسه وهناك معايير تتعلق ببناء الشخصية أما المعايير الرئيسية المتعلقة وهذه الأسئلة إذا يحب الجمهور يكتبها هي الأسئلة التي يجب أن أي أب أو أم لما يزوروا مدرسة يسألها فالسؤال الأول هو ما هي الرؤية البعيدة لهذه المدرسة ما هي نوعية الطالب الذي تريد أن تخرجها فإذا كانت الأجوبة تقليدية عرفت أن ما في شيء الأمر الثاني هو ما هي مؤهلات قيادة هذه المدرسة وكيف يتم اختيارهم وكيف يتم تغييرهم الأمر الثالث ما هي مؤهلات المعلمين السيرة الذاتية هل هم معترف بهم ما هي شهاداتهم هذا من حقكم أن تسألوا عنها وأي مدرسة تقول لا هذه أمر خاص لا تدخلوا فيها لأن أولا هذا حقكم شيء ثاني أنتوا ستأتمنوا أولادكم عن مين ما تعرفوا هذا من المستوى أمر آخر هو وجود أنظمة ولوائح وسيستم في المدرسة تأكدوا أن في أنظمة وقت ومن حقكم أن تطلعوا على هذه الأمر أمر آخر مهم جدا أنكم تطلعوا على مستوى تدريب المدرسين هل المدرسين يحصلوا على تدريب سنوي وكم مرة وكم ساعة هذا من حقكم أن تسألوه وإذا كان ما في تدريب فمعناها المدرسة ما قاعدة تتطور طبعا أيضا من حقكم أن تطلعوا على مستوى التكنولوجيا في المدرسة والتكنولوجيا التي تهمكم نوعين رئيسية من التكنولوجيا تكنولوجيا التي تستعمل داخل الفصل وتكنولوجيا التواصل بين المدرسة والبيت سواء ولي الأمر أو الطالب إذا غاب ما هي الأنظمة والأنظمة اليوم بالنسبة لنا في مدارسنا يعني بسبب التكنولوجيا المتطورة لنستعملها أولياء الأمور يطلعوا يوميا على كل ما حدث لأولادهم في كل فصل من فصول المدرسة فهذا من حقكم أنكم تطلعوا عليه أيضا اسألوا عن مستوى الإبداع يعني ما هو الجديد هذا العام وكل سنة تسألوا هذا السؤال ما هو الجديد هذا العام فإذا المدرسة ما فيها شيء جديد أو الجديد هو في الحقيقة شيء تقليدي فمعناها المدرسة مستواها ضعيف طبعا طبعا من الأشياء المهمة جدا واللي حتى نعكس على كل شيء هو مستوى المباني لأن المباني إذا كانت متطورة وراقية وواسعة وفيها خدمات كثيرة ستساعد العملية التعليمية بشكل كبير جدا والجانب الأخير في تقليم المدارس هو الجانب المالي هل تستطيعوا على رسومها هل هي مدرسة مادية هدفها بس لفلوس وما يهمها أي شيء آخر فهذه مسائل اللي يجب أن تركزوا عليه هذا الجانب الرئيسي الأول اللي هو الجانب التعليمي خلينا نسميه في جانب آخر رئيسي جدا وهو بناء الشخصية المدرسة لها دور مكمل وليس أساسي في بناء شخصية الطفل والطالب الدور الأساسي هو للأب والأم لكن هل المدرسة تساعد في هذا الجانب يعني من الأشياء اللي إحنا نعملها في مدارسنا مثلا أن إحنا عندنا يعني في بعض المدارس اللي سويناها ولأن نجددها مرة أخرى هي أن كل طالب يحصل على حصتين أسبوعيا وعليهم درجات ورسوب حتى ببناء الشخصية القيادية نعم فإذا يعني اسألوا هذا يعني هل هناك أي ما هي الأنشطة التي من خلالها ستبنو شخصية هذا الطفل أيضا على الفكرة اسألوا عن نوعية العقاب يعني إذا العقاب يستعمل للأساليب التقليدية أساليب الضرب أو الحبس أو أمثالها معناها أن المدرسة قادة تهدم الشخصية ولا تبني الشخصية طبعا كلما زادت المهارات كلما زادت فعالية الإنسان في الحياة بشكل عام والمهارات هنا تأتي أنواع من المهارات يعني طبعا الناس تهتم بالمهارات الرياضية وهي مهمة لكنها ليست الأهم وهناك من يهتم بالمهارات العلمية يعني اللي هو الأنشطة في المختبرات وكذا وهي ممتازة لكن ليست هي الأهم والمدرسة المتطورة أكثر هي التي تهتم بالمهارات اللي متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة يعني ندخل روبوتكس وجينتيكس ونانو تكنولوجي وأمثال هذه المسائل وهذه يعني بس يعني في المدرسة المتطورة هذه صارت تقليدية على فكرة وليست هي الأهم هذه ليست هي الأهم طبعاً غير الجانب الإيماني والروحي وكذا ما زلت تتكلم فقط في المهارات لو سألت واسألوا هذا السؤال اسألوا اسألوا أي مدرسة زوروها هذا السؤال ما هي أهم المهارات التي ستطورها عند ابني أو بنتي طبعاً طبعاً مرة أخرى أنا الجانب الإيماني والروحاني سيتحدث لكن هذا السؤال إجابته الصحيحة هي كالتالي إن أهم المهارات على الإطلاق هي أني أجعل هذا الطفل عنده التفكير المنهجي الناقد critical thinking هذا هو أهم ما يجب أن نزود فيه الطفل الفلسفة الرئيسية أن المدرسة لا تعلم الطفل وإنما الفلسفة الرئيسية أننا نساعد الطفل أن يتعلم ونحن نعلم كيف يفكره وما هو التفكير الخطأ ما هو التفكير الصواب ما هو التفكير المنهجي ما هو غير المنهجي ونعلمه كيف يفكر فيه أفكاره هذه أهم المهارات اللي فعلاً لو استطعتوا أن تجدوا مدرسة فعلاً تفهم فيها والمفروض إذا سألتوا مدرسة متطورة ستجيب إجابات صحيحة على هذا طبعاً هذا الجانب الثاني الجانب الثالث إذن الجانب الأول هو جانب التعليم الجانب الثاني هو جانب المهارات والأنشطة وأشكالها المختلفة طبعاً أنا في كلام كثير بس أنا قاعد أحاول أختصر وفي الجانب الثالث هو الجانب الإسلامي والإيماني والعربي والهوية والروحانيات والحفاظ على الصلاة في وقتها وما في تناقض يعني أحنا في كل مدارسنا بفضل الله تعالى كلها على فكرة المدرسين إحنا ما نقبل إلا مدرس يكون عنده اعتراف من أمريكا أو من كندا يعني من الغرب أي واحد ما عنده اعتراف ما نقبله في مدارسنا كمدرس نتكلم عن درسين الأجانب لكن لما يأتي وقت الصلاة هم نفسهم هؤلاء المدرسين هم اللي يأخذوا طلبة صفهم وهم يودهم إلى المسجد وهم اللي يشرفوا على نظامهم وهم اللي تأكدوا أن الوضوء يتركوا المكان نظيف من وراه وهم في النهاية هذه مدرسة لها هوية وأنتم جايين ساعدونا في بناء هذه الهوية فهذا جزء من فلسفتنا نحن ما نجبركم على ديننا لكن أنتم دخلتوا في مدرسة هذه هوية ونحن يعني نحن الأعلى يعني نحن ما جايين تحتكم نحن جايين نستفيد مما عندكم لكن نظل نحن الأعلون وهذا هو نهج المسلم في هذا ليس من باب التكبر وإنما من باب عدم التذلل يعني العفو يعني ماذا عندهم مما ليس عندنا يعني أنا دائما أضحك مع أصحابي أقول لهم يعني العفو أنا أخذت التنوية في أمريكا وأولادي من الروضة إلى الدكتوراه في الغرب يعني نعرف التعليم الغربي بأعماء كله فأقول لهم أضحك معهم أنا أقول لهم والله ترى يعني المكينة أمريكية لكن الثوب عربي يعني نحن نعرف نعرف كل اللي عندهم ونعرف مستوى التفكير العميق والتفكير السابق حتى في أمريكا نعرف نعم الحمد لله كثير من الفكرة دكتور وسامحنا على الإطالة كثير من إخوان الدعاة اللي ما عاشوا في الغرب سواء قرأوا عن الغرب أو شافوه بالتلفزيون أو حتى لما يسافروا يصير عندهم انبهار انبهار بالخطو وأنه يعني إحنا وين وهم وين وكذا لا لا يعني اللي يعرفهم من أعماقهم ما يحدث عنده هذا الانبهار باختصار نحن نعرف كيف نستبيد منهم لكننا ما نتذلل ولا ننبهر نعم الشباب عملين يكتبوا أسئلة اللي هو خش في أسئلة أدخل في الأسئلة الخطوة تحتم الشباب عملين يكتبوا فأنا عايز أعرف لأن عندي سؤال مهم جدا وطبعا وأنا مع المفكر الإسلامي أنا دكتور أنا لست مفكرا فلقاء اليوم هو لقاء توعوي لقاء فكري دكتور بس بين باب الأسئلة المقاطعة أنا لست مفكرا ولا أعتبر نفسي من المفكرين وفي لقاءاتي مع ساتتتي المفكرين أقول لهم أول ما أبدأ بحديثي أقول لهم والله أنا ما أعتبر نفسي مفكر لكني أفكر بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب ما الفرق بين التعليم والمعرفة هناك لبس كبير في الأمة العربية ما بين إن أنا أخد شهادة وعد أدرس وخلص سنة وخش اللي بعدها وفي فرق كبير ما بين إزاي أنا عقلي تشكل بالمعرفة إيه المعرفة اللي أنا أخدها وهستغل لها في حياتي كيف ينظر الدكتور طارق سويدان لهذه النقطة يعني هذا بحث كبير أيضا قمت به طلعت في أربع كتب اللي هي صناعة الثقافة وصناعة الثقافة تتكلم عن الثقافة والمعرفة وما يدور حولها طبعا المعرفة تختلف أيضا عن الثقافة يعني فيها جانب آخر شويد على كلها ما أريد أدخل في الفلسفات كثيرا لكن التعليم التعليم هو ما يأخذه الإنسان في المؤسسات التعليمية الرسمية سواء رسمية بمعنى حكومية أو خاصة لكنها رسمية أما التعلم فهو الذي ممكن إنسان يأخذها من كل الحياة وليس بالضرورة في قالب معين أو في مؤسسة منهجية فالمعرفة كون إن الإنسان درس حتى يمكن وصل إلى الدكتوراه ليس بالضرورة أن يكون عندهم أعرف يعني وذلك يعني أنا من المواضيع التي أدرسها موضوع التوظيف كيف يتم التوظيف وعلى إئاسات مختلفة اليوم عندنا نحن مسائل محسومة جدا وهو أن الشهادة الجامعية في التوظيف لا قيمة لها هي ليس لها أي قيمة الشهادة الجامعية في التوظيف لا قيمة لها ليس لها قيمة يعني هي لا تشير إلى أن هذا الشخص عنده إمكانية أن ينجح لا في الحياة ولا ينجح في الوظيفة ويعني في أشياء كثيرة يمكن بعض الناس يستغربوا منها لكن هذه واحدة منها ما عدا نستثني الجامعات العالمية اللي هي تعلم الإنسان كيف يبحث وكيف يفكر وليس اللي يأخذ شهادة ممكن بسهول لأن الإنسان يأخذ شهادة بالغش ولا بغيرها وذلك نحن في التوظيف يعني أنا أدرت عدد كبير من الشركات والمؤسسات الرسمية والربحية وغير الربحية فأنا دائما أقول للمعايقي من المدراء أقول لهم لا تنظروا إلى الشهادة ما لا قيمة والقيمة الحقيقية هي لقدرة الإنسان على التفكير والتحليل هذا رقم واحد رقم واحد القدرة على التفكير والتحليل رقم اثنين هي القدرة على الإبداع هذه المهارات الإنسان التعليمية إن شئنا غير الخلق يعني أن خير من استهجرته قوي العمين لكن الناس تنظر لشهاداتهم لا تهمني شهاداتهم والناس تنظر لدرجاتهم على فكرة الدرسات جدا 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 واضحة أن اللي درجاتهم ممتازة في الغالب يشتغلوا عند الناس اللي درجاتهم وسط نعم وفي كتاب لطيف فيه هذا اسمه لماذا اللي درجاتهم امتياز في النهاية حيشتغلوا عند الناس درجاتهم وسط والسبب بسيط جدا دكتور وهو أن هذا اللي درجاته امتياز سواء في الجامعة ولا في التنوية معناها إلا إذا كان من الأذكياء ذكاء شديد لكن في الغالب إذا ما كان من هؤلاء فهي معناها جهد كبير في التعلم والاختبارات والدراسة والحفظ هذا طيب بس اللي درجاته وسط هو مش مشغول بهذا طيب مشغول بإيش مشغول بانتخابات طلابية وصراعات يعني بين الفراق والمنظمات المختلفة وبناء العلاقات والتفاوض واتخاذ القرارات ما هي أنا كمدير ولا صاحب عمل أنا يشهمني كثيرا أن هذا كم درجاتك الرياضيات المهارات الرئيسية التي يحتاجها الناس في الحياة الوظيفية هي مهارات اتخاذ القرارات الإبداع القدرة على التحليل والتفكير القدرة على حل المشكلات القدرة على الإقناع القدرة على التفاوض طيب السؤال اللي دخل كلية وجاء بالدرجات العالية جدا ما هي المواضيع التي درسها من هذه الأمور إيش فيدني كثيرا درجاته في الكيميا ولا الفيسيا ولا الرياضيات إيش فيدني كثيرا أنا كصاحب عمل ما يفيدني هذا لذلك اليوم نحن بمؤسساتنا وندرس هذا أن لا ترتفتوا لهذا لكن طبعا اللي يستطيع يجمع الاثنين هذا أفضل طيب السيرة الذاتية السيرة الذاتية كيف تغربلوا تفلتروا السيرة الذاتية how to do filtration للسيرة الذاتية مثلا إزاي تقيم القيادة عنده إزاي تقيم التفكير المنطقي إزاي تقيم أنه بيقدر يحلل إزاي بتقدروا تقيموا ذلك لو حضرتك هتختار واحد أو شخص مقدم عند حضرتك إزاي هتقيم من السيرة الذاتية طبعا قبل ما نقابل عندنا سيستم كامل للفلتر والسيستم هذا يعني على الفكرة أنا نعطيه سكرتيرتي هي لتسوي لي ما أحتاج أقابله يعني مثلا في بعض الأعمال تحتاج لغة إنجليزية فإذا ما يعرف لغة إنجليزية ليس أقابله أصلا في بعض الأعمال تحتاج مهارة في علم معين من العلوم مثل الكمبيوتر ولا غيره لأنه أقابله لكن إذا هذا توفر هل سأقبله؟ الجواب لا وذلك أنا في مقابلاتي دكتور لو يعني جاني شاب وجلس أمامي سأبدأ معه بعد التحية والترحيب وكذا بسؤالي التالي قل لي يا ابني أنا رأت سيرتك الذاتية بالتفصيل وطلعت على شهاداتك تحب تحب تضيف شيء ثاني إذا ما عنده شيء يضيفه أقول له مع السلامة طيب أنا 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 محتاج أفهم ونزلت تفرق معظم دكتور معظم اللي قابله في التوظيف يسأله أنت وين درست وين أنت لماذا قعد تسأله وين درست وين اشتغلت موجود في سيرتو الذاتية إيش السؤال للبايخ هذا أنت تسأل الأسئلة التالية ما هي الأنشطة التي أسستها ما هي المشاريع التي أدرتها ما هي المنظمات اللي كان لك دور رئيسي فيها ما هي الكتب اللي تحب تقرأها ماذا تعلمت من وراء هذه الكتب ما هي أهم المهارات التي تتحل بها وسوء الرئيسي جدا الله ما هي ما هي الإضافات اللي أنت ممكن تضيفها لمنظمتنا وعلى الفكرة عندي سؤال دائما أسألة يعني ضمنه هذا ما هي عيوبك فاللي يقول لي ما عندي عيوب أقول له مع السلامة لأنه ما في إنسان كامل واللي ما يعرف عيوبه ويخبيها هذا أيضا ما يفيدني أنا يفيدني جدا الواثق بنفسه يقول له الله أنا ما أفهم في كذا وعندي العيب لفلاني وسأتعلم كذا وأحرص على كذا وآخر سؤال دائما أسألة أقول له إيش تحب تسألني فإذا قال له لا والله ما عندي شيء أقول له مع السلامة ما أحتاجك لأن هذا جاي بدون ما يخطط بدون ما يدرسني فجاي هكذا معتمد على شهاداته شهاداتك هذه تنفعك إذا تريد تقدم القبول في الجامعة بينما نحن ما نحتاجك كأصحاب العامل نعم وعلى فكرة دكتور يعني يعني من بعض أهلي في هاربرد وفي السوربون وكذا يا دكتور والله ما عادوا ينظروا حتى للشهادة حتى للشهادة ما عادوا ينظروا يعني أنا عندنا واحد من أهل محارمي في العائلة قدم على وحدة من الجامعات العالمية في التخصص هو لم يدرس فيه أي شيء وليس له أي مادة حتى ليست يا شهادة حتى مادة لم يأخذها والجامعة من أعلى الجامعات في هذا التخصص تعرف إيش الجواب اللي كان أرسلوله قالوا نحن متعجبين من جرأتك إنك قدمت عندنا وإنت ما عندك لا شهادة في هذا المجال ولا حتى مادة لكن اكتب لنا ثلاث صفحات اقنعنا نقبلك فجلس طبعا أربع تور يكتب هذه ثلاث صفحات و دكتور قبلوه قبلوه وما عنده لا شهادة ولا حتى مادة ثم ثم تصور دكتور نعم ثم جعلوه أستاذ يدرس معهم في هذه الكلية هذا اليوم الدنيا وصلت في النهاية إذا كان هذا اللي أمامي عنده قدرة يفكر يقلل يخطط يعرف يقنع اللي أمامه وعلى ذكرة يعني من أهم أهم مهارات الحياة أن يعرف كيف يتعلم الله والله يا جتور اللي يعرف كيف يتعلم اللي يعرف كيف يتعلم تنفتح كل الأبوار نعم حقيقة تنفتح الأبوار كلها وذلك أنا دائما أقول لهم المثل اللي يقول لا تعطني سمكة علمني كيف أصطاد مثل سابج لأن صحيح لا تعطني سمكة علمني كيف أصطاد بالتأكيد أحسن لكن ماذا لو علمتني كيف أصطاد والبحر عندي هاج لمدة أسبوعين هظل جوعا لأني ما أعرف إلا هذه المهارة لا يا سيدي لا تعطني سمكة ولا تعلمني كيف أصطاد علمني كيف أتعلم تفتح لي كل الأبوار الله هذي بعض المنهجيات اللي نحاول نزرعها اليوم في شباب أمتنا نعم نعم أنا سعيد سعيد مبتهج والأسئلة شغالة اكتبوا أسئلتكم يا شباب أنا بأخذ منها لكن أنا أنا جاي لنقطة مهمة جدا جدا يعني غاية في الأهمية ظاهرة ولا يمكن يكون معنا الدكتور طارق سودان يعني لازم أسأله هذا السؤال ليه حضرتك أسأل هذا السؤال 17 سنة بأمريكا باكالوريوس وماجستير ودكتورة ما شاء الله مجتمع يعني في أمريكا ودرسنا الآن طلاب كثر يعني أنا على منصاتي يتابعنا قرابة مليون يتابعون منصتنا ونكتب مقالات وعندنا ويبسايت Education Hub 21 Edu Hub 21 ده مختخصص للفرص والمنح الدراسية بالخارج وعملين منصة يعني أسسنا Non-profit organization مسجلة بأمريكا اسمها العيادة التعليمية معي أساتذة أفاضل علماء من اليابان ومن أمريكا ومن من كذا دولة حول العالم إحنا سبعة غايتنا كلها إن نساعد الشباب ونأهلهم في بناء مهارتهم ويحصلوا على أفضل المنح والفرص الدراسية حول العالم تمام؟ والجميل الشباب العربي كان بيطلع زي حضرتك كده وأنا كنت كانت نيتي الخروج ثم العودة الآن الظاهرة تغيرت الشباب عايز يسافر برة ولا يعود الشباب عاد بيسافر وعايز يستقر هناك في الغرب طيب كيف يرى كيف يرى الدكتور طارق سويدان هجرت العقول العربية والإسلامية يعني هل أنت شايف إن احنا اللي بنعمله غلط تقول لنا أنتوا ما تساعدوش الشباب ونوحوا ولا شايف تقول للناس دول شيء أنا بنعتبرهم دول على صغر أعطيك المعادلة يا دكتور أفضل يا دكتور طارق أولا لا توجد معادلة واحدة تنطبق على كل الناس نعم تمام وشيء ثاني الرئيسي أن هناك أولويات في الحياة أولويات كلما تضحت الأولويات كلما استطعنا أن نجاوب على هذا السؤال دعونا أضرب بعض الأمثلة شخص ما عنده أولاد هنا المخاطرة فيما عشته في الغرب إذا كان من النوع اللي محافظ على دينه وكذا بالتأكيد أقل من خطورة إنسان عنده أولاد لأن إذا كانوا أولادنا عايشين في الغرب احتمال التأثر بهم كبير جدا طيب إذا أولادنا عايشين في الغرب لكن استطعنا أن نؤسس مدرسة إسلامية ودخلناهم فيها واستطعنا أن نحافظ عليهم قلت المخاطرة كثيراً أحياناً حتى مدرسة إسلامية ما يكون موجودة وممكن أولادنا وأنا أعلم أن أولادي كلهم لم يدرسوا في أي مدرسة إسلامية ولا مدرسة إسلامية لا في السرق ولا في الغرب لكن بفضل التربية العميقة اللي أم محمد الله يبارك فيها زرعتها فيهم استطعنا أن نحافظ على لغتهم العربية وعلى دينهم ما شاء الله فيعتمد هل الأسرة قادرة أنها تعمل هذا وأنا أحب أقول للناس أقول لهم يعني حتى اللي عاشوا في الغرب يعني أنا عندي مثلاً بنتي ميسون الله يحفظ أولادكم جميعاً ميسون من الحطانة إلى الدكتوراه كلها في مدارس أجنبية أمريكية وفرنسية ولا مدرسة عربية ولا مدرسة إسلامية وجميع المناهج كلها باللغات الأجنبية ومع ذلك ميسون فازت بجائزة الدولة بالشعر العربي الفصيح على مستوى البلد كلها فهي إذا استطعت أن تحافظوا على أولادكم هنا ليس بالضرورة أن ترجعوا يبقى هناك معادلات أخرى من المعادلات الرئيسية جداً 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 هي معادلة الرزق أحياناً الرزق يكون مغلق في بلادنا ومفتوح في بلاد الغرب والإنسان لو رجع ما حيلقه رزق يعيش أولاده عيشه كريمه فهذا أنا ما أعلوم أن يجلس في الغرب إذا استطاع أن يحافظ على دينه ودينه هناك معادلة أخرى دكتور وهذه معادلة رئيسية جداً طيب أنا أرجع حتى لو في رزق كريم متوفر هنا متوفر هناك وهناك معادلة لا يجب أن نحسب إحسابها وهي درجة الحرية في ذلك البلد فإذا كان الشخص لو رجع سيعود إلى بلد كل دكتاتوريات ويحاربوا العلم والدعوة والدعاة والمفكرين ويمكنوا لأناس يعني حاشاكم من أسفل الناس هم يقودوا البلد ولا يستطيع الإنسان أن يغير ما يستطيع أن يغير هذا أنا أقول له لا ترجع اجلس هناك استقر هناك أنت فائدة هناك أكثر من فائدة في بلد دكتاتوري لكن أنا عندي أولويات رئيسية جدا أنا عندي أولوية رئيسية أني أحافظ على أولادي وبدأت أخاف عليهم فرجعت أيضا عندي أولوية أكبر من هذه المسألة حتى أكبر من أولادي ومن نفسي وهي أمتي أنا لو عشت في الغرب سأبني الغرب لكن أنا أريد أن أساهم في بناء أمتي حتى لو ضحيت بمناصب ولا بمال ولا كذا الأمة تبقى أولويتها أكبر وأنا من النوع اللي أستطيع أساهم بهذا ليس كل الناس نستطيع أن تساهم بهذا فيجب أن نحسب حساب هذه المعادلة كجزء من الموضوع هناك معادلة أخرى وهي الحرية الكويت هي رقم واحد في الحرية في العالم العربي كله نحن نستطيع أن نقول ما نشاء ونفعل أشياء يعني مش موجود في العالم العربي وما عندنا في الكويت كلها لا يوجد سجين رأي واحد صف فهذا أنا الآن أستطيع أن نشور أفكاري وأبني مشاريعي وعمل بدون ماحد يضايقني هذا ما هو موجود عنده كثير من الناس فهذا جزء من المعادلة وبعدين نضيف إلى كل هذه المعادلات أحيانا المعادلة أخرى أعمق وهو والله دكتور مثلا استاذ رمزي رايح في فنلندا ويدرس في واحدة من أرقى الجامعات ويدرس في النانو تكنولوجي طيب أنا بالنسبة لي لو جلس الدكتور عشر سنة خمسة عشر عشرين سنة وأخذ هذه المسألة من أعماقها ثم جاءني في العالم العربي ونفعنا بها هذا أحسن من أن يرجع لي شاب تخرج وأخذ قشور العلم الغربي وجاء هذا أشحي في ذني كثيرا فأحيانا بعض الناس لما يروح يشتغل في الناس ولا في آبل ولا في جامعة متطورة ويساهم في نقل هذه المسائل بأعلى مستوياتها إلى العالم العربي هذه عندي عن تسوى عشرات الناس اللي يرجع فهي ليست معادلة واحدة أنا شخصيا أقول التالي أقول كل إنسان أعلم بظروفه وكل إنسان أعلم بنية وأنا ما تعرف الدكتور والشباب يعرفون أني أنا محتك بالشباب في العالم العالم كله وليس العالم العربي والإسلامي خلينا أقول كلمة يعني بعد سنين طويلة من احتكاكي بالشباب والله يا دكتور من أفضل شباب الأمة هم اللي عايشين في الغرب من أفضل شباب الأمة وأنا ما قاعد أبالغ لأن هؤلاء إذا استطاعوا يحافظوا على دينهم واعتزازهم بأمتهم وقضاياهم مثل قضية فلسطين وفي نفس الوقت هو عايش في الغرب أخذ من علومهم وأخذ من تطورهم في الإدارة وفي النظام وفي احترام الوقت وغيرها ووصل إلى أعلى الدرجات عندهم هذا قدرته على المساهمة في ناظة الأمة أضعاف شخص ما عنده كل هذه المسائل وبالتالي لا يجب أن الأخوة والأخوات والأبناء وبناتنا اللي عايشين في الغرب ما يشعروا بالألم إنه هو اللي عايش في الغرب لا قد يشعر بالاعتزاز هي في النهاية ما هي النية وما هو الأثر فكروا بهذا وبعدين أنتوا أعلم بالضروف جزاكم الله كل خير وأنا تعلم من سيرة حضرتك الملهمة إنك لما سافرت تعمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراء كانت ليك محطات دعوية كبيرة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل وكان معنا الباشمانس فاضل سليمان قال يعني أرى إن كل الموجودين في الغرب لازم يدعو إلى الله عز وجل دي وظيفة جنب إنك باحث دكتور في الجامعة بتعمل عندي تعديل على هذا الكلام فضل فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي ليست كلام نعم لأن بعض الناس يعني يظن أن الدعوة أني أنا أعمل محاضرات ولا ألف على سجون الدعوة ويجيب ورق ووزع طيب يعني اللي يحسن هذا يعمل هذا لكن ممكن الإنسان يدعو إلى الله تعالى بأخلاقه الراقية اللي يراها الموظفين معابدون حتى ما يكلمهم يا دكتور إحنا في مدارسنا نعم في مدارسنا الأمريكية الإسلامية ممنوع الدعوة نعم لاحظ ممنوع أن يأتي واحد مدرس ولا تربية إسلامية ولا يروح لواحد أمريكي يقول له تعال كذا وتعال اسلم ممنوع أنت تدعو إلى الله تعالى بحسن تعاملك يا دكتور الله الله الحمد لله يعني عدد منهم الوحد ده أسلم زين يعني لماذا أسلم هؤلاء لماذا أسلموا أسلموا لما رأوا التعامل الراقي تعامل المسلمين حرصهم عليهم احترامهم لهم فهم هم هم اللي بدأوا يسأل نحن ما نمنع أن الواحد يسأل مجاوبة لكل مقام مقال أنا لما أروح إلى كنيسة دعتني حتى أحاور قسيس ولا معبد يهودي أعملنا هذا وهم دعوني لأعمل هذا أو إحنا ندعوهم للمسجد لنعمل هذا هذا دعوة لما نروح السجون بناء على الأخوة الأخوة المساجين المسلمين وهم يدعوا أصحابهم أنا قاعدين مارس دعوة مباشرة لكن تأثير الدعوة الغير المباشرة أيضا لا يعقل عن هذا قاعدين دكتور العفو يعني ليس كل الناس عنده العلم ولا عنده اللسان ولا عنده القلم اللي مارس الدعوة بفكر الدعوة وذلك العفو يعني لما أنت تعمل الآن اللقاء مثل هذا هذا ليس دعوة أكثر من هذا أنت لما تدرس في جامعة فنلندا وتدرس نانو تكنولوجي لطلبة فنلنديين ويرون نموذج للمعلم المسلم الخلوق المتمكن هذه ليس دعوة هذه بالنسبة لي دعوة مضاعفة فأرجو أن ما أحد ينظر إلى الدعوة بالسطحية لأن سامحني احنا أيضا اشتغلنا مع الدعاة وتعرف بحكم أني أدرت قناة الرسالة احتكيت بالدعاة والمشايخ من كل البلاد وبكل المستوية ليش يعني العفو هؤلاء الدعاة أين هم لما صار الربيع العربي ألم يسقط كثير منهم نريد أن ندخل على أهم المهارات لأن السؤال ده جي كتير جدا من الشباب وحضرتك ما شاء الله يعني أفق واسع كبير وفي مجالات متعددة إيه أهم خمس مهارات بإيجاز شديد إيه أهم خمس مهارات لازم الشباب في هذا العصر الحالي عصر الذكاء الاصطناعي والتواصل والإنترنت إيه أفضل خمس مهارات لازم الشباب يتمايزوا بهم أو يبنوهم في أنفسهم تفضل خطوات لاتخاذ القرارات بطريقة منهجية وهناك طرق للأسف يعني حتى الدورات اللي تدرس تتخذ قرارات سامحني لما تصل إلى الطرق تصبح ضعيفة جدا اليوم في طرق جدا متطورة تساعد على اتخاذ القرارات مثل منيماكس وماكسي ماكس وبيز وبيز وبيترفلاي ويعني وديسك وبيتريكس يعني في طرق طيب اللي ما يعرفها هو ما يش قاعد يسوي قاعد يجرب في النهاية فهذه واحدة من أهم المهارة مهارة أخرى رئيسية جدا سيحتاجها في كل الحياة وهي مهارة التعلم يتعلم كيف يتعلم أنا أعمل دورة وليه كتاب اسمه تعلم كيف تتعلم الأمر الثالث لعله مهارة رئيسية جدا وهي مهارة التفكير المنهجي التفكير الناقض critical thinking فيعرف كيف يفكر وهذا طبعا ممكن ياخذ فيها دورات وكذا لكن من الطرق اللي تساعد عليها أن يدرس الإنسان المنطق علم المنطق فكلما تعمقت في هذا كلما تطور عندكم التفكير المنهجي والمهارة الرابعة الرئيسية التي أعتقد أن كل الشباب يحتاجوها هي مهارة التخطيط كلما تعمقت في التخطير ومارست التخطير سواء تخطيط طويل المدى سراتيجي أو تخطيط قصير المدى تشغيلي سيتطور كل شيء عندكم ولعل المهارة الخامسة أنه كيف تحول الأفكار إلى مشاريع وبالتالي تأسيس وإدارة المشاريع يعني إذا مضطر أني أختار أهم خمسة على هذه الخمسة طب والإبداع مهارة الإبداع الإبداع تأتي لاحقة لهذه تأتي لاحقة نعم هذه طبعا من ضمن المهارات الأساسية الإبداع وفي غيرها كفير لكن إذا سأختار خمسة سأختار هذه وأضع الإبداع بعدين نعم دكتور بالنسبة للشباب دائما يعني نتكلم إحنا الآن نستخدم نستخدم ويصلت علينا الإعلام بغسيل أفكار تغيير في الوعي تغيير في الفكر ليل نهار وفضيلاتكم كنت يعني رئيس ومترقص قناة الرسالة لفترة طويلة وانتقلت من إلى المستوى الستاشر عالميا ما بين الف ماتين وخمسين قناة ساعتها في الشرق الأوسط فأنا عارف أن حضرتك مهتم جدا بملف الإعلام والآن كلنا معنا موبايلات معنا معنا إنترنت معنا كمبيوتر إيه الشباب كيف يفكر إعلاميا يعني كيف ترى الموضوع ده يا دكتور طارق تمام شوف يا سيدي قبل ما ندخل في هذا خلينا نفهم أن الإنسان أهم شيء يعني يملك الإنسان ليس المعلومات وليس حتى المهارات وإنما القيم ما هي القيم التي يتبنىها هذا الإنسان والقيم درجات منها قيمة التوحيد ومنها قيم الصدق وفي قيم الآن يأتي سؤال من الذي يشكل القيم عند الإنسان هذه القيم اللي عندي وعندك وعند الآخرين من أين تشكل فكثير من الناس يقول والله من الإعلام لا هي ليست من الإعلام هي الجواب على هذا السؤال الهام أن القيم بالدراسات تتشكل حسب العمر فمن إلى عمر عشر سنوات أكبر مؤثر هو الأسرة وذلك من الأخطاء الشائعة التي بعض الأباء ونمهات يقعوا فيها يقول خليه يلعب لما يكبر من العلم ولا الرب راحت عليكم أهم فرصة إلى عشر سنوات هي فرصتكم في زراعة القيم لا من سن 11 إلى 14 سنة هذا السن بالذات أكبر مؤثر في زراعة القيم هو المدرسة لأن الطفل في هذا السن بالذات يقضي في المدرسة وفي الواجبات المدرسية وما يتبعها أكثر مما يقضي معه أهلا فالتأثير يصبح أعمق والتعلق بالمدرسين يصبح أكبر وأمثالها بعد هذا السن من 15 إلى 18 سنة يصبح أكبر مؤثر هم الأصحاب وذلك في هذا السن بالذات يصبح التأثر بالتدخين ولا بالصلاة ولا بشكل واضح في هذا السن لأن الأصحاب هم المؤثر الأكبر بعدين لما نأتي من 19 إلى 25 سنة يصبح المؤثر الأكبر هو الإعلام بعد 25 سنة يندر أن الإنسان تتغير القيام عنده تبدأ القيام تستقر هذه المعادلة اليوم تغيرت شوية زيادة وهو أن طيب في البيت الطفل في أول عشر سنوات سيتلقى من أمه وأبيه طيب الأم والأب لما يربوا ولدهم واللي يعلموه ما هي القيم اللي عندهم هم من وين شكلت عندهم وكيف قاعدة تتغير فيأتي هنا تأثير الإعلام على الوالدين طيب المدرسة اللي في المدرسة أو المدرسة يأتي تأثير الإعلام عليهم وهكذا فصار فصار اليوم الإعلام هو المؤثر الأكبر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالحالتين هو المؤثر الأكبر طبعا الإعلام تغير تغير جدري جدا في السنين الأخيرة لكن قبل ما نفهم هذا خلينا نفهم ما هي الوظائف التي يعملها الإعلام لأن الإعلام ليس نوع واحد الإعلام عمليا حسب تقسيمات الوظائف هذه نقسمها لثمن أنواع من الإعلام فهناك إعلام بهدف التعليم وهناك بهدف الترفيه وهناك وظيفة الإخبار وهنا وظيفة تأتي وظيفة التحريض حتى ولا التعبئة وتأتي وظيفة التأثير والتغيير هي وظائف فللأسف كثير من الذين يديروا الإعلام سواء تلفزيونات وأمثالها أو الآن سوشال ميديا وأمثالها هو أصلا داخل على وجفه يعني هو داخل ما هو عارف ما هي الوظيفة أصلا ولأنه ما هو عارف ما هي الوظيفة ما هو عارف ما هي الأدوات لأن كل وظيفة لها أدواتها وكل وظيفة لها منهجياتها فالدخول اللي صار في الإعلام اليوم أن كل إنسان مسك مكرفون أو مسك تلفون ولا كاميرا صار إعلامي والحقيقة يعني هو إعلامي صحيح بس ما هو الإعلام هنا يعني هل الإعلام هو ترفيه يعني ما هو الهدف اللي من وراء هذا الإعلام ما هي الوظيفة اللي نسميها ما هي هو الفانكشن اللي من وراء هذا الإعلام ولذلك ما يصير إن الواحد يدخل على الإعلام لما أسجل برنامج تلفزيوني أو حتى لما أسجل مقاطع للسوشال ميديا أنا ما أسجل قبل ما أجاوب بيني وبين نفسي على الإجابة على هذه الأسئلة ما هي الوظيفة التي يريد أن أمارسها وكيف سأمارسها وما هي الأهداف التي يريد أن أحققها ولذلك جيد جدا أن يسمعوا أبنائنا وبناتنا هذا المفهوم أن كثير من الشباب اليوم سواء الذين داخلين في الإعلام أو حتى داخلين في المشاريع أو حتى داخلين في الأنشطة الإسلامية أو الطلابية يركزوا كثيرا على الأداء لكن الأهم من الأداء الأداء هنا المقصود كم حلقة عملت وكم ساعة سويت وكم مقطع نزلت وكم نشاط طلابي عملت وكم حضر هذا النشاط هذا كله اسمه أداء هذا لا يعني الأثر في performance وفي effectiveness في أداء وفي أثر يعني نرجع لموضوع الدعوة واحد والله عمله مئة ألف بروشور ووزعهم على الناس هذا أداء وزع مئة ألف بروشور الآن كم واحد قرأها؟ كم واحد تأثر بها؟ هذا هو الأثر طيب إذا مئة ألف أخذوها ورموها حاشات بالإزبالة وإحنا وزعنا مئة ألف لكن أين الأثر؟ فاليوم أنا لأندي نصيحة رئيسية لكل الشباب من أمثالك الله يبارك فيكم اللي داخلين في الإعلام حددوا أهدافكم حددوا الوظيفة التي تريدوها حددوا الأثر الذي تريدوا أن تصنعوه حددوا القيم التي تريدوا أن تغيروها لا تصير معادلاتكم حسابات كم عملت وإنما كم غيرت فهذه بعض ما أعرف إذا كنت جاوبت السؤال أصلاً الله أكرمكم الله والله أنا نفسي تعلمت شيء جميل جداً أن الشباب يدرك قيمة الموبايل حتى حساب الفيسبوك بتاعه قناته على اليوتيوب مثل هذه الأشياء أصبحت في يد الجميع ومعظم الناس والشباب معاهم يعني الآن نلتقي بفضيلتكم ويتابعنا ألوف عبر الإنترنت من كل أنحاء العالم هذا منبر إعلامي بعيد عن الدول هذا فقط على السوشيال ميديا وعلى لينكد إن فكل شخص بيتابعنا الآن ممكن يكون له منبر إعلامي له في إطار صغير بسيط ثم يكبر 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 سبحان الله ويجد بعد ذلك لو وضع معايير من البداية ووضع قيم معينة عايزي حققها وأثر عايزي يوصل له سيجني الثمرة بفضل الله عز وجل يعني في النهاية لا تركزوا على يعني فيه هوس صار عند الشباب هوس إن كم عدد المتابعين ولا كم عدد الإعجابات أولاً هذا يهدم النية طيب إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أنا ممكن على فكرة لما كنا ندرس جدارة بالغرض أنا طبعاً كنت مستغرب أدرس علم إنساني ولا يتكلموا عن الأخلاق إطلاقاً ما فيه كلام أبداً عن الأخلاق الآن تغير فويا العلم لكن بذلك الوقت ما يتكلموا عن الأخلاق إلا يوم لأيام واحد منهم من الأساددة الأمريكان قال كلمة عجيبة قال الإخلاص أساس النجاح كنت أوف أول مرة حد يتكلم عن قيم وليس عن قيم أن أعلى القيم وهي الإخلاص فلما أكمل وليته لم يكمل قال الإخلاص أساس النجاح فإذا استطعت أن تخدع الناس أنك مخلص فقد نجحت صحيح قل لهم أنا أعوذ بالله أن تتعلموا إبليس يا شباب يا شباب الله يرضى عليكم يعني العفو أنا لما يكون عندي حالياً عندي تقريباً حوالي عشرة مليون متابع في تويتر طيب إيش لما يكون خمسة مليون منهم ذباب إيش فائدتها يعني طيب إيش فائدت هذا العدد يعني نعم وبعدين العفو يعني إحنا في الإعلام وأنت في الإعلام الآن دكتور ترى والله 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 شوفوا الإعلام أولاً فتنة للإنسان وفتنة للناس وبعدين الفتنة هنا تأتي من ضربة رئيسية جداً وهي النيات ضربة النيات يعني بسهولة لا نحن في الإعلام أقدر أمثل أني مخلص وقعد أبكي أمام الناس وقعد كذا أنا ذكرت قبل انقطاع المفاجئة اللي صار أنه كان عندنا دعاة يتكلموا عن القيام وعن الأمة وعن الشجاعة وبعدين أول ما صار الربيع العربي خارت عزائمهم وصاروا نماذج من شيوخ الصلاة طيب يعني أين هذا الكلام كله أين قيمة هذا الكلام لا حال الله فترجع المسألة للنيات وذلك الله يرى عليكم أي واحد فيكم أي واحدة تدخلوا في الإعلام والآن في الإعلام الجديد أولاً لا يصير عندكم هوس كم كم العدد والمتابعين أنا ممكن نزيد العدد هذا مرة واحد من اللي كان يساعدني في إدارة بناتي الرسالة من غير الإسلاميين كنت عملت أنا بعض الأشياء اللي أحاول أزيد فيها المتابعة بس بس ما كانت منهجية يعني عملنا برنامج طبخه عملنا برنامج كذا عساس نزيد المشاهدة فما سكني قال لي دكتور ما تشتغل بهالطريقة وكان هو دكتور أيضاً قلت له ليش دكتور قال لي أنت تريد تزيد المشاهدة نعم زي جيب واحد من المطربين الكبار وخليه يقدم فقرة في برنامجك وراح تزيد المشاهدة زي ولا جيب فنانة مشهورة وعرضها وراح تزيد المشاهدة بس هل حققت هدفك ذلك بعض الناس تلقى هدفه هدف زيادة المشاهدة زيادة العدد زيادة الإعجابات وذلك للأسف حتى بعضهم يعني دخل في إسفاق إسفاق شديد أنه يقوم يعرض حياته الشخصية وحياة أهل للناس هذا إسفاق هذا ليس إعلام هذا بس هدف أن يسيد المشاهدة وأيضاً سامحني يعني بعض الدعاة لأنه ما عنده أي منهجية في هذه المسائل صار بسهرة الإعلامية هذه وهو داعية يستغلها عشان يبيع عشان يزيل يجيل دخل وراتب فيقوم يسوي لنا إعلانات إعلانات منتجات من خلال دعوة تسخر الدعوة للتجارة نحن نسخر التجارة للدعوة وليس الدعوة للتجارة فصار عندنا خلل في القيم والإنسان كل يعني في النهاية بل للإنسان وعلى نفسه بصيرة ولو ألقى معاه وفي النهاية الله سبحانه وتعالى هو المطلع على حقيقة النيات وحقيقة الخلوب فأخي صنية أمتنا تخلفت أربعمائة سنة ما عندنا وقت انضيعة في بناء شهرة لأنفسنا لابد أن نبدل كل جهودنا عشان ننقذ هذه الأمة اللي دخلت في هذا العصور من التخلف الآن بدأنا نتحرك كل جهودنا يجب أن تكون بهذا الاتجاه نعم فنتجاوز أنفسنا ونصبح أعلى من دواتنا هذا اللي يجب أن يحدث فمرة ثانية يعني هذه شوية التعليقات في الإعلام أما المهارات الإعلامية فلها حديث آخر نعم أنا عايز أختم مهارات الشباب بجزء مهم جدا 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 ألا وهو يعني إحنا معانا حد ما شاء الله ما شاء الله الدكتور طارق يعني ك متحدث جماهيري من الطراز الأول ففي شباب كتير جدا مهتمين ببناء هذه المهارة معرفة إزاي أركانها إيه يبنوها إزاي فعايزين السر عايزين سر الطبخة من الدكتور طارق سويدان ما في سر والله دكتور نعم شوف يعني ما في سر ولا طبخة ولا يعني أرجو أن الشباب ما يبالغوا في هذه المسألة وأنه والله هذا خطيب مفوه من الطراز الأول ولكذا لا هذه في النهاية خلينا يعني بعض الشباب يكن سمعها مني وكن بعضهم لم يسمعها أنا ما كنت عارف أتكلم دكتور أنا لم أكن أعرف أتكلم أبدا أمام الجماعيل وإلى آخر سنة في الثنوي في الكويت وأنا ما عم تكلمت أبدا أمام الناس فأجبرني الأستاذ أني أقرأ هذه الورقة واللي ساعدني هو أعصى في كتابتها في طابور الصباح فوقفت أقرأها والورقة ترجف وقلبي يعني الصوت على آخر والرجل ترجف فقلت والله توفى بعد خلص أنا إيش إيش علاقتي بهالمسألة لا أفهم فيها ولا أحسنها قصة طويلة بعدين أنا أثناء دراستي في أمريكا جامعتنا جامعة من سبين كان جامعة متطورة جدا وما زالت فأنا ماشي يوم الأيام وإذ مبنى ضخم جدا من أربع طوابق وكبير عريض كذا وإذا مكتوب عليه كوليج أوف بوبليك سبيكن مش قسم ولا مادة كلية كاملة لفن الخطاوة اتشفت لاحقا على فكرة أن السياسيين الأمريكان يأتوا للجامعة هذه يدخلوا في هذا المبنى يتدربوا على فن الإلقاء المنقصة طويلة فرحت أخذت مواد في فن الإلقاء ودرست فن الإلقاء دراسة ودربوني تدريب واستمر التدريب ثمن شهور كل أسبوع ثلاث مرات اتدرب على فن الإلقاء فعلموني هي العناصر الرئيسية ما هو محتوى كلامك ما هي حركاتك بما فيها انفعالات الوجه وحركات اليدين وطريقة المشي والوقوف وكذا وما هو أسلوبك صوت ارتفاعاته وانخفاضاته ونبراته ويعني التحكم فيه وكلها كلها تدريب فهي يعني هي مسألة إذا كان الشباب يريدوا أن يتعلموها وإن شاء الله يخلصوا النية فيها ليش عاوز تتعلمها عشان نصير مشهور لا استغفر وتوب طيب أما إذا تريد أن تستعملها عشان تحقق هدف وتساهم في نهضة وما الله يبارك لكم إن شاء الله فالمهم في هذه الحالة قابلة بالتدريب ويعني أنا دربت عدد كبيرة جدا من الناس عليها وما زلت أدرب عليها فالنصيحة أن على فكرة لن تتعلموها لن تتعلموها من قراءة كتاب الكتب تساعد لكن لا تتمد فالحل الصحيح هو أن الإنسان يتدرب على شخص ولا تخطئوا هذا الخطأ لا تتدربوا على يد شخص يحسن الكلام لكنه لم يتدرب على فن الإلقاء نعم يعني هو يحسن في ناس يحسن الكلام بس ما ما تدرب عليها وذلك ما يعرف عناصرها وتفاصيلها فيعني عندنا لما كنت في قناة الرسالة نعمل كنا تقييم للدعاة بعضهم مشهور في فنون الإلقاء في التقييم كان بعضهم يأخذ 30% فقط 30% هذا مستوى طيب أنت هتتدرب على شخص مستوى 30% لكنه مشهور لأن في أحد العناصر ساعدت فهو لن يدربك على كل العناصر سيدربك على العنصر اللي هو شاطر بس هذا طريقة خطأ في التدريب فإذن تدربوا عليها ويعني هي قابلة للاكتساب لا تعتبروها صعبة نعم ممتاز جدا أنا الآن ما شاء الله يعني ساعة ونصف تقريبا وأنا الآن يعني عايز الجماهير الجماهير يعني الناس عملة تسأل 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 فهنبدأ الآن إن شاء الله ناخد ناخد وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر بإذن الله كما وعد دكتور طارق وإن شاء الله نبدأ الأسئلة حتى يعني نكون في معانا بصراحة حد سأل بيقول حضرتك أسست خمس مدارس ألم يحن الأوان يعني إنك تدرس جامعة يعني تنشئ جامعة يا دكتور طارق هذا اسمها مشعل هي يمكن أقول لكم مشغلة يعني طبعا يعني الجواب على هذا أول شيء يتذكر الله خير يعني على اهتمامك طبعا أنا من المسال اللي عملتها يعني إن درست تأسيس الجامعات ويعني يمكن الناس تستغرب أقول لكم شيء إن تأسيس جامعة أسهل بكثير بكثير من تأسيس مدرس آه ليش الجامعة أنت كل اللي تحتاجها مبنى ومدرسين ومناهج عمليا بس العناصر الأخرى اللي تكلمنا عنها ليس بطلوب مني أن أتابع الطلبة تربويا وسلوكيا واجتماعيا وأعمل لهم مهارات وأنشطة وبناء شخصية جامعة ليس في النهاية جايين يأخذوا شهادة إذا كان هذا الهدف سهل جدا أن تأسس جامعة بهذه المنهجية فأنا طبعا كان يعني كامكانية المسألة سهلة لكن اللي خلاني يعني شوية يعني ما تتحقق هذه المسألة هو أن الجامعات مكلفة فما وجدت من التجار من هو مستعد أن يصرف على هذا وإلا لو وجدت سهل جدا أن نأسس جامعة في بعض الشركات اللي أنا يعني إما شريك فيها أو كان لي دور فيها أسسنا جامعات يعني مثلا أنا عندي عمل في ماليزيا مثلا فأحنا يعني شركتنا هي التي أسست الجامعة الافتراضية اللي في ماليزيا لعدد طلاب خمسين ألف طالب ويعني اشتغلنا أيضا في تأسيس أو كان لنا دور في الجامعة جامعة طب الأونلاين طيب وغيرها يعني فمرة دانية تأسيس جامعة ما هو مسألة صعبة يعني توفرت الإمكانات فهي سهلة نعم إحنا طبعا عشان حرسين أن ناخد أكبر قدر من الأسئلة فإن شاء الله نحاول نختصر الإجابة إجابة نختصر ففي وسؤال مهم جدا يعني ألا بتسأل بتقول إزاي أقدر أوصل ابني أن يكون شخص قيادي وابدأ معه من سن كم تقريبا إيه هي العوامل اللي ممكن القيادة داخل البيت تفضل سؤال جميل جدا أفضل سن لإعداد القادة أفضل سن هو من عمر سنتين إلى ست سنة هذا هو أفضل سن لإعداد القادة الآن كيف تصنعي من ابنك قائدا هذا له منهجية تبدأ من شيء نسمي الاستكشاف ثم بعد ذلك نذهب إلى التربية القيادية ثم نذهب إلى التدريب القيادي وبعدين نتأكد أن هناك بيئة قيادية هذا المنهج موجود بالتفصيل في سلسلة كتب لي منها مجموعة كتب اسمها المنهج المتكامل لإعداد القادة ثلاث مجلدات يشرح المسألة بالتفصيل فيعني إذا تريدني أن أختصر فهذا الاختصال إذا وسع ممكن أن تكون لكم ثمان مهارات تركزوا عليها لتصنعوا من أنفسكم أو من أولادكم القادة ما هي دكتور طارق لا أنا عايز أسمعهم يالله بسرعة بسرعة نعم المهارة الأولى هي مهارة التخطيط بكل أشكال تخطيط نعم المهارة الأولى التخطيط المهارة الثانية هي القدوة وهي مهارة لا يمكن للإنسان أن يكون قدوة إلا أن يكون عنده أمرين لازم يكون عنده مصداقية نعم أقوالة وافق أفعاله ولابد أن يكون عنده حضور متواجد بين من يريد أن يقودهم الأمر الثالث هو القدرة على التغيير والإبداع المهارة الرابعة هي القدرة على التحفيز المهارة الخامسة هي القدرة على التدريب والتطوير السابعة السادسة هي القدرة على بناء العلاقات وهي مهارة قابلة للاكتساب الأمر السابع هو القدرة على التفويض والتمكين وهما أمرين مختلفين لكنها قابلة للتدريب والمهارة الأخيرة هو القدرة على الإدارة واتخاذ القرارات فهذه ثم المهارات لو ركزت عليها تتضاعف فرصة ابنك ولا ابنتك ليكونوا قادرة إن شاء الله داليا بتسأل سؤال يعني أنا بقوله سؤال مركز جدا بتقول عايزة أعرف وجهة نظر فضيلتكم أيهما أفضل الشغل الحكومي ولا الخاص طبعا كل حاجة لها عيوب ومميزات بس الأفضل من ناحية التطوير في كل حاجة في ذاته في العمل والمهارات فضل يعني أنا اشتغلت في العمل الحكومي طيب أنا كنت في وزاعة لرست بالجامعة أنا وأنا بقرأ السير الزاته لا لا غير الجامعة لا لا غير التدريس في الجامعة أنا اشتغلت في الوزارة يعني في العمل الإداري في الوزارة من موظف إلى مسؤول إلى مدير اشتغلت هذه الشغلة وبعدين اشتغلت في التدريس وبعدين اشتغلت الشغلة الأكبر في العمل الخاص كل شغلة لها مزاياها كما تفضلت لها عيوب لكن أنا شخصيا أنصح بشدة كل الشباب أن ينتقلوا للعمل الخاص طيب إلا في حالتين سأذكركم لكن ما عدا هاتين الحالتين العمل الخاص يعطيكم حرية مش موجودة في العمل الحكومي العمل الخاص يحقق لكم دخل في البداية ضعيف لكن مع الأيام يتطور أضعاف الدخل للحكومي يوفر لكم ملكية تتملك في العمل الخاص في العمل الحكومي أنت لا تملك في النهاية ففي فروق رئيسية ما عدا حالتين اللي في هذه الحالتين أنصح أن الواحد يبقى في العمل الحكومي الأمر الأول والاستثناء الأول هو أن الإنسان عنده فرصة حقيقية أن يصعد إلى أعلى مستوى هنا مثلا وقلنا وزارة نتكلم عن وكيل الوزارة أو الوزير إذا كانت هيئة حكومية فالأمين العام لهذه الهيئة أو أمثالها هذا الاستثناء الأول الاستثناء الثاني هو أن الإنسان موجود مش من أجل المال ولا من أجل الشهرة أولا هو موجود لأنه قاعد يترك أثر يعني هدفه ليس المنصف وإنما الأثر وكيف يعرف لو عرضت عليه مناصب أعلى يرفضها لأنه هو يريد الأثر مثال على هذا مثالين شخص مثلا في الإعلام وقاعد بسبب وجود الإعلامي قاعد يؤثر في الناس ويغير قيمهم وهذا هدف من أهداف حياته فيبقى هذا ما أقول له يترك مثال الثاني أخت كريمة أستاذة في الجامعة ولا أستاذة في مدرسة وقاعدة تغيير تغيير جدري في طلبتها هذه لو عرض عليها مديرة الجامعة ولا نظرة مدرسة سترفض لأن هدفها التأثير في هذه الحالة مدام هذا هدفك ابقي لكن معدى ذلك دائما يقل عمل خاص فوائد أضعاف ما شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم في سؤال جاء قالوا ممكن الدكتور السودان هو حد سأله وحد يكمل على السؤال فأنا أخذت يعني ايه ناخد اتنين في نفس السؤال يعني واحد قال ما هو أكبر تحدي قابل فضيلة الدكتور تارك السودان أكبر تحدي أو مرحلة صعبة وهنا محمد بيسأل كيف بتتخطى الأمور الصعبة في حياتك يا دكتور يعني شوف الأمور الصعبة يعني بعض الناس تعريفوا لها تعريف مختلف يمكن عن تعريفي الأمر الصعب أنه هو مدانا يضيق على الإنسان في رزقه يحرم من بعض الفرص مثل يعني إخراجي من قناة الرسالة هذا كان سؤال يعني بدون مقاطعة لحضرتك هذا كنت عايز أسأل السؤال ده يعني إيه حالة الدكتور تارك السودان هو بيتم فصله من مؤسسة بناها لست سبع سنوات لحد ما وصلت للقمة وثم بعد ذلك يتم فصله هذا أمر جلل صعب على الإنسان وبعدين كان رد الفعل يعني فيه أدب وفيه أخلاق وفيه كرم وفيه كويس يعني أقول أن الأمر صعب يعني يعني بعض الناس هذا تفسيره أنه يصبح هناك عائق ضيق في الرزق يعني ظلم الذي يجري في الدنيا أنا بالنسبة لهذا كله كله وليس أصعب شيء أولا ما في عوائق هذه الحياة ضعيفة يعني هي متعة الحياة أن الإنسان ينكسر ثم يقوم ويعمل شيء أكبر يعني يعني أنا العفو قبل ما أفصل من قناة الرسالة كان عدد المتابعين عندي مليون ونصف في السوشيال ميديا الآن 18 مليون حتى لما كنت أقدم برامج في الرسالة ما كانت أصل لهذه الأعداد فالله سبحانه وتعالى عوضنا أضعافها يعني وذلك الإنسان جد جد يعني إذا الإنسان آمن آمن بمعنى آمن فما يعود يخشى لا على رزق ولا على أجل وبالتالي كان في سؤال عندكم أن كيف الواحد ما يبكى على الماضي ما هو يبكى على الماضي ليش يبكى على دنيا في النهاية يعني في النهاية والله والله يا دكتور والله يا أبناء بناتك والله سنموت طيب النهاية سنموت طيب فهي في النهاية البكاء على هذا الماضي هو بكاء على دنيا فانية ودنيا قصيرة ما قيمة هذا أمام الخلود اللي ينتظرنا إن شاء الله في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو الطموح الحقيقي فإذن أنا يمكن تستغرب دكتور إجابة على سؤالك إنه هو إيش مشاعري والله يا دكتور والله بفضل الله لم أندم لحظة الحمد لله ولو رجع بي الزمان لو وقف نفسي الموقع نعم لأن بالنسبة لي أحفظوها المبادئ أهم من المصالح ركزوا على مبادئكم اللي يركز على المبدأ إنام قرير العين وينام سعيد اللي يبكي على المصالح هو اللي حياته قلق نفسي وألم ومعرفيش وبكاء يعني في النهاية ضعف داخل وذلك الإجابة على السؤال الإجابة على السؤال ما هو أصعب شيء أصعب شيء هو أن الإنسان يتحكم في نفسه وأصعب شيء هو أن الإنسان يخلص مع ربه هذا هو الصعب العمل والله العمل سهل الإخلاص هو الصعب والله الصراعات الدنيا سهلة لكن استقرار النفس هو الصعب العفو يعني الكل يعرف يعني أنا بيني وبين الذباب الإلكتروني معارك متواصلة وأحياناً أحياناً يزودوها يعني إلى درجة أن يسيئوا الأدب بفحش تجاهي تجاه أهلي وكذا في هذه الحالة أعمل لك وخلاص يعني بس مش يعني إذا كانوا هم قاعد يتابعوا هذا البرنامج أحب أبشرهم وبشرك ما راح أتوقف ما راح أسكت ولازم يفهموا معادلة لازم يفهموا هم الذباب والأهم يفهمها الشباب اللي قاعد يتابعونه الإنسان عندما يواجه بضغوط ويواجه بهجوم وبتثبيط اللي هو عكس التحفيز الناس هنا ينقسموا نوعين نوع ينهار وفي نوع آخر الهجوم والتثبيط يجعله يزداد حماسا ويزداد تحديه وذلك أنا أحب أوجه كلمة شكر للأخوة والأخوات المسؤولين عن مواقع الدباب الإلكتروني أنهم السبب في زيادة حماسي باستمرار لأن كل ما هاجموني أكثر كل ما تحمست أكثر فإذا هم فعلا يعني جادين أن يخففهم من أثري ففي الحالة نصيحتي لهم يخففوا هجومهم لأن كل ما زاد الهجوم زاد الحماس ومن المحنة تولد المنحة سبحانه وتولد المنحة علي بن الحسين بيسأل ما هي الكتب اللي تنصح بها فضيلتكم في مجال القيادة والإدارة وطبعا يعني أفضل الكتب اللي تنصح علي بن الحسين يعني أنا لي كتاب يجاوب على كل الأسئلة المتعلقة بالكتب بشكل عام لأن يأتيني هذه الأسئلة كثيرة فكتبت كتاب اسمه ماذا أقرأ وماذا أقرأ فيه ترشيحات للكتب في كل المجالات الإنسانية ليست العلم التطبيقية لكن الإنسانية والعلوم الشرعية أيضا فممكن واحد يرجع له يعني إذا تحب تقرأ يعني أنا لخصت علم القيادة بالذات في كتاب اسمه صناعة القائد وفي كتاب المنهج المتكامل لعداد القائد وفي غيرها أيضا إذا تحب تقرأ في الإدارة فأنا لخصت علم الإدارة في سلسلة يسمها تأسيس وإدارة المشاريع في من كتب صغيرة لكن تعطيك الخلاصة في علم الإدارة إذا تحب تقرأ للغربيين أو لغتك الإنجليزية جيدة ففي هذه الحالة أفضل من كتب في القيادة هو وارين بنز وكتابه شهير جدا On Leadership فهذا يعني واحد من كبار العلماء في هذه المسألة تحب تقرأ في الإدارة فمن أفضل من كتب في الإدارة هو بيتر دركر وفي غيرهم كثير يعني بس كما ذكرت الكتاب ماذا أقرأ يعطيك الإجابة التفصيلية على هذا بارك الله فيكم وأنا أفع بكم أنا بقى محتاج أسأل سؤال يعني معلش يعني الأسئلة خدنا كثير عايز أعرف يعني ما شاء الله وأنا بقرأ في السيرة الزاتية حضرتك من موليد ألف تسعومية ثلاثة وخمسة ما شاء الله يعني الطاقة والحماس ما شاء الله ربنا يبارك وقتك الآن يا دكتور كنت تتكلمني عن موسوعة الآن موسوعة السيرة ومصورة وبكيو آر يخشوا يدخلوا على المواقع اللي هي موجودة في وقائنا الحالي ويربطوا السيرة مازال ما شاء الله إنتاجك يسير على قدم وساك ما شاء الله احكي لي كده عن يومك نفسي أعرف يومك بتعلم فيه هذا شيخ وإمام أهل السنة المام أحمد بن حنبل كان عنده كلمة جميلة يقول مع المحبرة إلى المقبرة طيب وكان أحد العلماء الكبار على فراش الموت فجاءه وزار يعود كان مريض مرض شديد مرض الموت اللي مات فيه فزار أحد العلماء الكبار فوهو عنده المريض يسأل الآخر عن مسألة فقهية فاستغرب قال وأنت على هذا الحال تسأل قال لأن أموت وأنا أعلمها خير من أن أموت وأنا أجهلها طيب ففي النهاية ما نعرف أجنة متى ينتهي والإنسان ما دام عنده نفس وعنده طاقة يبدلها ويعني هنا تعجبني بيتين من أبيات الشعر بيت له علاقة بالعمر وبيت له علاقة بالتفاؤل أما أبيات الشعر فتقول سني بروحي لا بعدي سنيني فلا أسخرن غدا من التسعين عمري إلى السبعين يركض مسرعا أوجه أوجه يعني قمته ولقد بلغت من التفاؤل أوجه وقلائل من يفعلون قلائل حتى تفاعل البحور يعني بحور الشعر حتى تفاعل البحور قرأتها متفائل 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 فالحمد لله فالحمد لله طبيعتي على فكرة يا دكتور أنا أحب أمزح وأضحك وألعب وأستمتع مع الأطفال هذا أنا وفي بعض الناس تمثل الحمد لله يعني أنا ما أمثل يعني what you see is what you get يعني اللي أمامك هو أنا يعني في النهاية فما ف ما دعم الحمد لله فينا طاطة وفينا يعني صحة أن إنسان ينتج ما يستطيع في النهاية دكتور أنا هنا رسالة والله أحب أوصلها والله 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 إحنا في سباق إحنا في سباق السباق هذا يعني في النهاية سيختم بالموت والسباق هو كم تنتج قبل أن تموت ف كل ما زاد إنتاجك كل ما جائزتك تكون أكبر مع معدلة معروفة فأنا أستعج أتعجب من الذين يعني ما يستفيدوا من فترة السباق وهنا تتسألني عن العمر ولكذا فأحب أشير إلى شغلة أقول السباق متى يشتد والخيل متى تسرع أقصى طاقتها لما يقترب السباق من خط نهاية عندها تشتد نعم أقول أقول أنه الخيل تشتد لما يقترب النهاية فالواحد يعني إحنا الآن في أطول الله سبحانه وتعالى في أعمارنا وأعماركم بالصالحات إحنا الآن في العد التنازلي فالإنسان لما يقترب من خط النهاية يزداد إنتاجيته ويزداد عطاءه لأن الفرصة قاعدة تقل مع الأيام فيا شباب يا شباب الله يرضى عليكم استفيدوا منها وأنتم شباب لا تستنوا لما يصيروا كبار أنا أقول لهم صحيح الروح شباب يا دكتور لكن الجسم بطل يلحق الجسم هو اللي معطلنا فاستفيدوا من فترة شبابكم قبل أن يعطلكم جسمكم لأن في النهاية سيعطلكم فأنتجوا قدر ما تستطيعوا حتى تستطيعوا أن تلقوا الله سبحانه وتعالى بأعلى درجات يعني أنا والله أثقلنا على فضيلتك لا 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 أنا أعرف ذلك والله أثقلنا على حضرتك ويعني أعذرنا إحنا دخلنا تقاعتين تقريب قرر من هنا وصحيح إحنا مخططين كل شيء سليم جدا ولكن الإنترنت سبحان الله يعاندنا إحنا اللي كنين لكن لا على أخير يعني كل شيء بقدر لقدر اليوم الحمد لله إن شاء الله رب العالمين وعلى أمل إن إحنا لنا لقاء آخر بإذن الله رب العالمين ومشكر فضيلة الأستاذ الدكتور طارق السويدان على جزاكم الله عننا وعن الأمة خير الجزاء قبل الله مننا ومنكم سعيد أني أكون معك ويعجبني الشباب المميز من أمثالك وإسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهدك وبرنامجك وفي الشباب الذين يتافعوك انتهينا الآن وعايز أقول لحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على وعد إن شاء الله لكم السلام عليكم بارك الله فيكم والشباب اللي قائمين حياكم حياك الله الله أهلا وسهلا نستدعكم الله بارك الله بارك الله السلام عليكم إن شاء الله أيكم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر